وينضم إلينا من العاصمة الأردنية عمان الدكتور عصام ملكاوي أستاذ الدراسات السياسية والاستراتيجية أرحب بك دكتور معنى شاشة القاهرة الإخبارية بهذا الاستنكار والاستهجان من المملكة الأردنية لما يفعله المحتل الإسرائيلي هل في تكسيد أكثر اليوم للموقف العربي بالتزامن مع مشروع القرار الذي يقدمه الجزائري؟ حقيقة أن الوضع الآن أصبح أكثر مأساويا في قطاع غزة عندما نشاهد أن العالم يصمت صمتا رهيبا حول تلك المجازر التي تقوم بها إسرائيل على المدنيين ومخيمات النازحين وليست مخيمات بالمعنى الحقيقي للسكن ولكنه مجرد مظلات ضد الشمس وبالتالي كانت هناك هذه الضربات المتتالية خلال 48 ساعة على مرأة ومشهد من العالم أعتقد أن التصريح وزارة الخارجية الأردنية وكثير من الدول العربية حول هذه الأمور لإعطاء ما يسمى جرس إنذار إلى الضمير العالمي أعتقد أن الضمير العالمي الآن انتهى ولا يوجد ضمير عالمي الضمير العالمي مات في قطاع غزة وانتهى عندما نجد أن الرصيف العائم الذي لم يمكت طويلا لإدخال المشاعدات الغذائية أو حتى الطبية ولا يعني يأتي ذكر للمواد الطبية لأنهم هم يقدموا الغذاء لتأجيل متى يمكن أن نقتل هؤلاء المواطنين نقدم لهم الغذاء ليعيشوا أسبوعا أو أسبوعين ثم يتم قتلهم بنفس وسائل النقل التي نقلت هذه المواد الغذائية من الولايات المتحدة إلى إسرائيل نحن نتحدث سيدة العزيزة حول هذا الوضع المأساوي المجتمع الدولي الآن بغض النظر عن هذه الصحوة الإعلامية تجاه الرأي العام العالمي سواء في الجامعات أو في المدارس أو في البناء الفكرية والمنتديات لكن ما زال النظام السياسي العالمي كما هو لم يتغير إطلاقا حتى أن في تصريح كيربين بارح وهو أسوأ من قرج من المؤسسة الرسمية في الولايات المتحدة حتى لا يستطيع أن يجيب على أسألة الصحفيين ليقول أننا لم نشعد ما يسمى بارتكاب مجازر أو تجاوز الخطوط الحمراء ما هي الخطوط الحمراء التي تنتظرها الولايات المتحدة حتى يباد غزة عن بكرة أبيها أو حتى يباد الشعب الفلسطيني وبالتالي تصبح العرض كلها حلالا لقابة دولة الحمراء أريد توضيح الصورة بشكل جلي ربما لأنه أحيانا العقل لا يستوعبها أمريكا غير قادرة على أن تضغط على إسرائيل لتفتح معابر برية والعالم برمته يدرك احتياج وضنانة ما يحدث في الداخل في داخل قطاع غزة من احتياج أهلنا هناك إلى هذه المساعدات لا تستطيع أن تضغط على إسرائيل ولكن بالمقابل كل العالم تحدث عن عدم جدوى هذا الرصيف أو الميناء العائم وصعوبة الإيصال وشح الإيصال المساعدات واليوم نتحدث عنه يعني في عطل في خراب بهذا الميناء العائم طب ما الذي تفعله أمريكا فيما فعلته بالرصيف العائم إذا نظرنا سيدة العزيزة إذا نظرنا إلى هذا الرصيف العائم أو الميناء العائم وهو كان عبارة عن حالة من أعتقد أنه حالة من هديان الرئيس بايدن أمام الكونجرس بأنه سيقوم بإرسال قطعات بحرية لإقامة هذا الرصيف على اعتبار أنه الآن يحاول أن يظهر للعالم ولشعبي أثناء الفترة الانتخابية القادمة بأنه يقوم بتقديم مساعدات عندما تم وصفه بأنه هو شريك في هذه المجازر أعتقد أنها عبارة عن ملهاء ولا يمكن حتى الآن لم تصل أكثر من 137 شاحنة وبالتالي بعد حوالي أسبوعين من بدء تشغيل هذا المعبر عندما استغرق بناءه أكثر من شهر عين الآن أصبح خارج الخدمة ثم يسحى وإذا هذا أول شيء للدلالة واضحة على أن العملية لم تكن حقيقة لإدخال مساعدات بيائية كان هناك رأي آخر هناك كثير من الدعايات ومن الإشاعات حول وجود مثل هذا الميناء لكن دعيني أقول والنقل لأنه كان لتقديم المساعدات كيف يمكن أن يغذي هذا الميناء العائم بدخول 137 شاحنة خلال الأسبوعين إلى مليونين ونصف من الجوعة في قطاع غزة ألا يمكن أن تكون المعابر البرية سواء كان معبر فح معبر كارم أبو سامر سالم معرى معبر إيريز أعتقد أن هذه المعابر هي التي يمكن أن تدخل الكميات الكبيرة من الغغذية ومن العلاجات الطبية والمساعدات الإنسانية اللازمة لإدامة الحياة دعني هنا واسمح لي دكتور عصام أنا أعود لهذا التساؤل سياسة بايدن وإدارته والعديد من المسؤولين وعذرا لهذا المصطلح سياسة الاستغباء للآخر ولكن لا سلب العقول ولا غسيلة ولا استغباء الآخر يجد نفعا اليوم لا بالدخل الأمريكي ولا على مستوى العالم لأن العالم أجمع أصبح يدرك ما يحدث اليوم في قطاع غزة وهنا يأتي سؤالي لماذا انتهاج سياسة التجويع والإصرار عليها من الأمريكي قبل الإسرائيلي لماذا لا يتم فتح معابر ولا تدخل المساعدات وهم يقومون بقتل أهل في قطاع غزة سيدة الكريم أنا أشكرك على المصطلح التي استخدمتي حول هذا الموضوع أولا يجب أن نقرأ العلاقة الإسرائيلية الأمريكية الآن العلاقة الإسرائيلية الأمريكية هي علاقة ما يسمى الرابح والخاسر في هذه المعركة الخاسر الذي سيشرف على قسارتي هو بايدن لأنه أمام انتخابات قادمة لذلك لا يستطيع أن يفرض على أمريك على إسرائيل ماذا يريد أن يعمل ولكنه يستجدي إسرائيل لأن تعمل ما يريد في فرق بين أن يفرض عليها ما يريد وبينما يستجد أو يستجديها بأن تعمل هي الذي يريد لأنه عندما يكون على شفى ما يسمى أوقات حرجة لانتخابات قادمة وهي مصيرية بالنسبة له وبالنسبة لتاريخه السياسي الطويل أعتقد أنه لا يستطيع أن يفرض وبالتالي هو يحاول أن يرضي اللوب الصهيوني ويرضي القيادة الإسرائيلية نتنياهو يعلم ذلك والحركة الصهيونية تعلم ذلك واللوبي الإسرائيلي في أمريكا إيباك تعلم ذلك لذلك هو لا يستطيع أن يقول أي شيء أو يفعل أي شيء وإذا أردنا أن ننظر إلى هذه الأمور بشكل واضح انظري إلى تصريحات المسؤولين الأمريكيين لنغضى الطرف عن ما يقوله بايدن إذا كنا نشعر بأنه قد بدأ في نوع من الزهايمر في سلوكه وتصرفاته ومنطقه فلننظر إلى شباب أمريكا الرسميين بلينكين كيربي سوليفان كل هؤلاء أوستن انظري ماذا يقولون أنا أعتقد أن أصاحب القرار في العلاقة الأمريكية الإسرائيلية الآن هم الإسرائيليين عنفسهم لذلك هم الذين يتسيدون المشهد الآن وأعتقد أن عملية إطالة الحرب وتجويع السكان في قطاع غزة وقتلهم كله يقود إلى حالة يمكن أن نسميها إطالة الأمد للوصول إلى حافة الانتخابات الأمريكية القادمة والتي يرجو منها نتنياهو أن يعود ترامب مرة ثانية يملك اليوم الإسرائيلي والأمريكي أوراق نجات تسمح له بأن يختم عام من هذا العدوان وصولا للانتخابات الأمريكية فيما يحدث على مستوى العالم من تحرك هام بمحكمة الجنائية الدولية من محققين من ردود فعل من مجلس الأمن نحن اليوم لم نعد نراوح في ذات المكان لن نعود إلى المربع الأول في القضية الفلسطينية إذن هناك حراك قوي على مستوى جنائي ودولي وشعبي هل لدى الإسرائيلي والأمريكي اليوم ما يسمح له بأن يلتقط أنفاسه في هذه الأشهر القادمة ويختم عام في هذا العدوان؟ سيدة الحقيقة إن إذا نظرنا إلى المشهد من جميع جوانب نجد أن المشهد العام هو مشهد رأي عام عاطفي الحرب في غزة الأصبحت الآن هي حرب إعلامية صور متبث مباشرة وبالذلك الذي يتأثر هو المشاهد وأصبحت الآن كل هذه الصور متاحة للرأي العام العالمي الرأي العام العالمي عمل ما عليه خرج في الجامعات خرج في المضارات خرج في كل ما يمكن أن يعمله ولكن القرارات هي عند العنظمة السياسية العاكمة سواء كانت في منطقة الشرق الأوسط وسواء كانت على مستوى العالمي أشكرك كيف يمكن أن نرى رد الفعل الرسمي وليس الشعبي الرد الفعل الشعبي لا يمكن أن يعطي نتيجة ولذلك قرارات الدولية العدل الدولي والجنائية ليست ملزمة نعم دكتور عيصام ولكن لعل الضغط الشعبي أو الصوت الذي يعلو شعبيا وجماهيريا يمكن أن يكون له الأثر على الرغم من كل تفرد القرارات لدى مجموعة من الساسة على مستوى العالم أشكرك جزيلا شكر دكتور عيصام ملكاوي أستاذ الدراسات السياسية والاستراتيجية كنت معنا مباشرة من العاصمة الأردنية عمال شكرا دكتور